زي ما كنا بنقول لحضراتكو في أول الحلقة أنه في مواسم كده كل فترة بنسمع عن مجموعة أشخاص وتقريبا هم هم نفس الأشخاص بهم خوانة وعملة وموالين من الخارج وده بيطال دائما الشخصيات اللي بتبقى موجودة ورموز للتغيير ورموز للثورة بقالنا فترة على هذا الحل وفيه شخصات زي ما قلت بتتكرر وفيه شخصات جديدة بتدخل في القائمة وهكذا وفيه شخصيات كل شوان ويتقال عليهم هم بيتمول طب على فكرة نحن دين ناشا ما عندناش أي منع لو دول عملة وموالين فعلا بشكل اللي بيضر بمصالح الوطن فين المخابرات فين القانون فين التهم فين الورق لو ده موجود أكيد مش مش هندعم ولا فارق معنا الناس تتحبس يعني لو فعلا هم بيضروا بمصلحة الوطن بس كمان عايزين نوافع عن موضوع التمويل مش أي حد عنده جمعية ولا بيعمل مشروع خاد عليه منحة ولا تمويل يعتبر عميل لأنه ده جزء من منظومة اللي بتشتغل في مصر بقالها سنوات طويلة جدا هنتكلم في الموضوع ده من ضفنا اللي بيشرفنا في الستوديو الأستاذ محمد زارع هو المحامي بالنقد ورئيس المنظمة العربية لإصلاح الجنائي نهرك سعيد بداية كده يعني موضوع التمويل الأجنبي والتخوين والعمالة اللي كل شواء بيطلعوا بيختفي حيك شايفوا ازاي حيك شايفوا اليومين دول تحديدا في السياق الأحداث اللي بنعيشها ازاي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أنا مستغرب الأمر أنه يعني فجأة تخرج علينا كل الصحف تقريبا بخبر واحد بيتكلم على حوالي 35 شخصية اللي هم شخصيات عامة من اليمين اليسار فيهم من أول الإسلاميين لحد الليبراليين فيهم شباب صورة فيهم شخصيات عامة فيهم ناس اللي هم حيثية وفجأة يخرج علينا خبر صحفي انتشر في عدة جرائد وكأنه يعني هو متوزع على الناس بيقول فين الأشخاص دول تم تسريب وثيقة من ويكليكس متأكد أن دول بيطلقوا تمويل من الولادة الأمريكية ده واحد اتنين نو بيلطقوا مع السفيرة الأمريكية والناس تبدأ تتكلم على الخيانة والعمالة أنا طبعا شاف أولا الخبر مجهل يعني لو رجعنا لكم مصدره آه مكتوب مصدر قضائي والأغرب من كده أن النائب العام في اليوم التالي مباشرة بعد ما حصلت ضكة والناس بدأت تتوعد الصحف اللي نشرت الكلام دوت بأنها تقضيها فيجي النائب العام يعني ينفي أن فيه أي تحقيقات وأن فيه تهمات محددة فأنا في رأيي أنه الخبر ده نوع من أنواع يعني أتصور أنه مجرد تشويه لبعض الأشخاص ولو أنه الموضوع فعلا فيه قضية حقيقية كنت أتصور أنه مش مكانها ويكليكس دي يعني دي لواصيكة ولا غيره لأنه ويكليكس دي مش جهة رسمية كنت أتصور اللي يكون اللي بيعلن خبر زدوة النائب العام أو جهات أمنية بتعلن عندها وصائق بتأكد الكلام ده لكن في رأيي كل الأمر من أول وآخره مجرد تشويه الأشخاص طيب أنا عايزة أقف عن تحاكتين واحدة هي ويكليكس شخصيا لأنه مش عايزة نبقى إحنا كمان بنكيل بمكالين إحنا ويكليكس لو المعلومات اللي طلعها عجبانا فبنقول ويكليكس دي سكر وحلوة لو المعلومات مش عجبانا فبنقول دي إحنا مش مصدر موثوق منه صحيح فنعايز إحنا كمان بداية كده وإحنا عاديين نحدد علاقتنا أنا وحضرتك بويكيليكس حدك شايف المفوض إن إحنا تعمل إزاي مع ويكيليكس أصلا أكيد بحذر يعني أنا ما أتصورش إن ويكليكس لو كانت الوثيقة هي نفسها اللي خارجت على الموقع كنت ممكن يعني أتعمل بشك لكن الكمال اللي يزيد المسألة شك إنها ترجمة إنها تم تحرفها وإضافة أشخاص والوثيقة دي تنشرت في عهد المجلس العسكري وحصل عليها ضجة لدرجة إن أحد الأشخاص الموجودين في الزوكر أسماء وستاذ ناصر أمين هو يعني محامي شهير وعضو المجلس القومي لحول إنسان رفع قضية على صحيفة الوفد وخد 20 ألف جنيه تعويض لمجرد إنها ذكرت اسمه فده يأكد إنه قد إن الكلام ده كله باطل وبغلوط وحتى لو في معلومات صحيحة أو شيء بصحيحة فبيتم استخدامها بشكل سيء يعني على سبيل المثال الناس دي لتقت بالسفير الأمريكية سكوبي وقتها ده يعني أتصور إنه ما هوش شيء يعني ده شيء غير مشين يعني عادي يعني أنا شخصيا السفير موجودة في مصر يعني وعندنا سفارة أنا شخصيا كنت في ألمانيا وكنت ضيف على السفارة المصري في ألمانيا وشفت هناك قد السفير المصري وقتها كان بيحتفي بألمان وبيدعوهم لرسبشن من كل الطرات السياسية صاديين وغيره وده دور السفارة في كل دولة إنها تتواصل مع الحكومة والمعارضة والمستثمرين والمواطنين نفسهم الجالية بتوعها بزرط لكن إنه يتنسج اتهامات طويلة عريضة هدفها تشويه الناس ويتبقى فيه حملة أنا أظن إنه يجب على النائب العام تحريك دعوة للتحقيق في الوقائع دي الوقائع اللي هي بتشويه الناس طيب حيك شايف توقيتها إيه يعني هي لو حيك زي ما قلت الوثيقة دي صدرت في وقت المجلس العسكري السابق بعد ثورة يناير على طول وبعدين اختفت وبعدين توقيت ظهورها دلوقتي حالا ليه؟ أتصور يعني فيه عدة احتمالات لكن فيه احتمال إنه فيه محاولة تشويه كل الطرات السياسية محاولة تشويه شباب صورة محاولة تشويه مجتمع مدني عشان نوصل لمن يا عشان نوصل إنه ما فيش حد في البلد دي موطن أحسن من حد لا ما فيش حد يعني كل ناس مشكوك في وطنياته وإنه ربما فريق بعين هو اللي بيحتكر الوطنية وهو اللي بيخافه على مصر ده كلام ده مش مزوط يعني علينا نبحث مين فريق بعينه يعني خلينا بأكثر صراحة فريق بعينه اللي بيحتكر الوطنية إذن هو في ذول الظروف دي هو الأمن بأشكاله كل هذا كان جيش أو شرطة يعني هما دول اللي بيحتكروا كل الوطنية ده تحقيق نابل عامل يقوله أنا عاوز أحط إيدي على تحقيق رسمي أنا مش عاوز برضو ألقي اتهمات زي ما هما عملوا لا أنا مش بلقي أنا بحاول أفهم اللي بفصارها زي عشان بس لأنه وصل هو الجيش والشرطة هما موطنين برضو إحنا مش جابرهم من بره صحيح وهم مصريين زينا يعني ومش بس كده كمان الجيش والشرطة والقضاء والسواء القضاء أو نيابة والصحفيين والإعلاميين بيروحوا السفارة الأمريكية وكل الناس دي بتروح تتدرب في أمريكا على تقنيات حديثة لغيره يعني عاوز أقولي أنه حتى اللي بيرمي التهمة بشكل أو باخر بتلف وبتيجي بشكل أو باخر على نفس الفصائل دي صحيح اللي أنا عاوز أأكد عليه أنه إحنا لو عاوزين نعرف مين اللي وراء الموضوع ده يحصل تحقيق نازيه من النائب العام يتبرق به أولا من أنه كان خلف أنه يتم نشر هذا الخبر الصحفي ولو إنه في مصدر قضاء صرح فهو مصدر غير مسؤول ويتحاسب ونشوف مين اللي وراء الموضوع وإلي الموضوع مش يبقى مش كل شوية هيطلع نشوه في صمعة الناس وننشر أخبار كاذبة بالشكل الغريب ده ونبدأ يعني أتصور أنه حملة تشويه للمواطنين أنا أتصور ذلك وفي النهاية يعني خلينا دولة قانون يفترض وزي ما قلت في الأول خالص وهي في بعض الأشخاص زي ما حيث قلت اللي عمالة الدنيا بتدور وتلف حواليهم وحتى الآن على مدار سنتين ثلاثة دول المجرم يتحاسل يعني أنا أكيد مش هنبقى فرحانين وبندفع ولا بنطالب بالحرية لعميل فعليا فإحنا أين المخابرات أين التحقيقات أين الدولة بقى اللي احنا بنتكلم عنها وهم عارفين لو أنتم عارفين ده وما بتحققوش هنا في مشكلة في الدولة نفسها وفي حاجة كمان حضرتك يعني مثلا إحنا بنتكلم على ويكليكس هي ويكليكس دي بديل الدولة المصرية بزي ما هي بتوصل قرارات وتقييمات يعني هل يعني أفرد أن ويكليس طلعت وصيكة الصبر فيه النائب العام؟ فيهن القضاء المصري؟ فيهن أمن الدولة؟ فيهن المخابرات؟ في الحاجات دي فيهن المخابرات لازم تبقى موجودا ده تخابر وناس بره وناس من جوء يعني فيه أكبر ده أتصور أنهما لازم يكونوا حاضرين في المشهد تبتتكلمي على وقعة ناس قابلت السفيرة سكوبي من عدة سنوات وهي مشت تمام فلو إن الفعل ده خطأ كانت رصادته المخابرات أو الجهات الأمنية وكانت نبيل عام حق فيه لكن مجرد أن تطلع وصيكة ما نعرفش تلعت ليه وهل هدفها لإستقرار في مصر؟ أنا عايزة أرجع أروا أتكلم على جزء التمويل تحديدا لأنه التمويل ده فيه تفاصيل كتيرة ودايما بتبقى تهمة وخلاص لكن هو هناك آليات بتنظم عملية التمويل الخارجي للدخول داخل مصر وده تحديد بيقبل خلال الجماعات الأهلية إذا كان في صورة منحة الجماعيات أو في صورة مشاريع الناس بتكتبها وبتاخد عليها ميزانية أو موازنة وبتصرفها وهناك رقابة من وزارة الشؤون الاجتماعية وهناك رقابة من الدول ليه دي تهمة وإحنا بنشتغل في المجتمع المدني مؤسسات المجتمع المدني تشتغل بقالها سنوات طويلة جدا بها نفس هذه الألية يعني خلينا نقول يعني ما فيش حاجة بتحصل في مصر في ظل عصر مبارك وما بعده إلا ويكون في المشهد جهات أمنية ده كلام قوله قاطع يعني خلينا نقول أنه كل شيء كل حد في مصر يعني متشاف ده أولنا وكل القوانين اللي كانت في عهد مبارك وما بعد عهد مبارك أيضا بتخلي أي فصيل بينظمه هذا القانون بيكون متابع من جهة الإدارة يعني هنلاقي أن فيه إدارة بتتابع وفيه جهات أمنية بتتابع طول الوقت لو جينا بقى الموضوع التمويل وهنلاقي ده موجود في كل القوانين الجمعيات وأخيرها قانون 84-2002 يعني بينظم المسألة دي بشكل واضح ورغم أنه بينظمها بشكل واضح إزاي الناس تحصل على التمويلات والجهات اللي يجب أن توافق على التمويل مش بس كده يعني خلنا أضيف حاجة وأنا مسؤول عنها مش بس الجهات اللي موجودة على الورقة هي اللي بتوافق جهات أخرى يعني ممكن مثلا ما تلاقيش نعفونا إنه مثلا اللي يوافق على التمويل هو وزير التضامة الاجتماع هنلاقي إنه أمن الدول لازم توافق المخابرات لازم توافق بكل أنواعها دول مش موجودين على الورقة ووافق في إشهار الجامعية الأهلية معرفش أن الناس يمكن عشان أكون بشكل في جامعات أهلية الناس مش عارفة إنه إنت لما بتوشير جامعية أهلية بيبع عندك ستين يوم بتستنى الرد الأمني أنت بتستنى رد أمني على الأشخاص والأعضاء أو المجلس الإدارة أو أين كان التكوين اللي أنت عامله بتستنى موافق الأمنية في خلال ستين يوم وأحيانا بيستدعوا ناس يستضفوهم يتكلموا معاهم يسألوهم على تفاصيل فهو الموضوع المفروض هو مراقب بشكل كبير جدا طبعا أنا ما عنديش إجابة هما بيعملوك كده ليه؟ يعني هو أولا بيعمل قانون بينظم المسألة دي ثم هو وعامل قانون أه بيعمل قانون يعني أربعة وتمين أو أي قانون تاني كان بنظم مسألة دي يعني بيعمل قانون بينظم أثنين أنه بيشرف بالكامل على كل الأنشطة وكل الصرف وكل أجهزة الدولة الرقبية بما فيها النيابة العامة بتابع المسألة دي لو فيه أي يعني انحرافات إلى آخر طيب ليه في الآخر بتبدأ تتعامل مع الناس في مواسم معينة ومش كل الناس على فكرة يعني ناس معينة وفي مواسم معينة مواسم معينة يعني خلينا نقول مثلا في عهد الرئيس اللي أصبك مبارك أكتر جمعيات جالها تمويل الجمعيات اللي كانت بتشرف عليها السيدة الرئيسة زوجة رئيسة صابق زون بارك أو جمعية علاء أو جمعية المستقبل دي ما كانش فيش مشاكل تسفير قبل يعني جمان أو علاء هنلاقي في عهد الفترة تاعد دكتور مرسي أكتر مؤسسات جالها تمويل الجمعيات الخيرية الإسلامية ومحدش كان بيتكلم لكن في مواسم معينة بتنشط فيها الأجهزة الأمنية أتصور وبتبدأ ترصد المؤسسات اللي بتشتغل في الرصد وفي المرأبة وبتحاول أنها يعني بتعمل توصيات أو تعمل تأرير أو بترفع قضايا لصالح ضحايا فتبدأ تتدخل في المسألة ونلاقي في النهاية أنه للأسف الشديد يعني في الوقت اللي منظمات حول بتتكلم على أنه فيه اعتقالات في الفترة الأخيرة أنه فيه تجاوزات حدثت هنا وهناك أنه فيه محاكمات استثنائية أنه فيه معاملة سيئة في السجون أنه فيه ناس بتبونط بعربية ترحيلات يعني كل كل التجاوزات اللي بترصدها منظمات حول الإنسان باعتبارها منظمات أهلية هدفها الإصلاح فقط مهاش منظمات سياسية حتى دي مرفوضة فيبدأ يرفضها ويرفض أي كلام تقوله ويقولك لا ده أنت تبور خامس لمجرد أنه بتنتقد رغم من انتقادك ده كان على الدكتور محمد مرسي في فترته كان على مبارك كان على المشير تنطاوي في مسبيره وفي مجلس الوزراء ومحمد محمود كان على الرئيس الأسبق مبارك في كل التجاوزات اللي عملها في 30 سنة لكن خلينا نقول حاجة واحدة كل دول اتفقوا على أنه بيوجهوا المجتمع المدني يعني لو مبارك كان بيرحب بينا ولا المجلس العسكري ولا الدكتور محمد مرسي ولا النظام الحالي ولا أي حد شكلها كذلك نحن أنتوا عايزين دولة غير الدولة اللي عادة النظام بيعايزها ما عرفش إمتى باي بعدين النظام والدولة والمواطنين عايزين نفس الحاجة بالعكس إحنا عايزين الدولة للنظام عايزها إحنا عايزين الدولة الأفضل أما أنا ما أعتقدش أنه الأشخاص للمصالح هنا بتبقى مختلفة تلاقي شخص قاعد معنا كده وبيكلم كلام حلو أول ويبقى هناك في المنصب ما عرفش إيه اللي بيجرى وكأنه بقى مواطن تاني ويبتدي يكلم على مصلحة شخصية إحنا عايزين دولة عدل وقانون وحريات صحية وكرامة إنسانية وعيش وأكل وشرب إحنا عايزين إيه تاني واللي إحنا ما شعفينه وصله يعني بالضبط ولذلك المجتمع المدني الإصلاحي هدفه طول الوقت أنه يصلح من نظام يعني أنا ما يفرقش معايا اللي بيحكم مبارك ولا مرسي ولا المجلس العسكري ولا ولا الرجل الشرعي ترام أنه نظام بيحكم ونظام شرعي أنا هدفي إصلاحه إن أخليه في أفضل صورة لكن للأسف عشان أخليه في أفضل صورة أنا جزء من رسالتي إن أنا أمتقد الأوضاع السيئة وقدم يعني أفكار وقدم اقتراحات إزا تتطور الدولة وتبقى أحسن دولة قانون لكن الكلام ده أحيانا بعض الناس بتديق به وفي نفس الوقت ربما وإنه يعني وده يبان حتى من الاتهمات الموجهة إنها مش موجهة الحقيقية بس يعني في ناس من شباب الصورة في ناس من قيادات سياسية زي أستاذة جاميلة اسماعين ودكتور أيمان نور المستشار البستويسي فنجد إنه حتى في أسماء ناس لها مع اختلافنا في التجاهات السياسية واتفقنا واختلافنا مع طريقتها في الشغل كله بيتعرض لنوع من أنواع التشهير وأنا أظن إنه ده مش صدفة بالدليل إنه يعني الوثيقة بتاعة ويكليكس المحرفة سنة 2011 غير الأسماء اللي ذكرت في 2013 حسن برو في شوية إن وجوه طلعت وجوه راحت وكده بنحدث القيمة بزرق نحن نحدثها مش هما يعني بلعي زي أسا حدك المنظمة العربية للإصلاح الجنائي موالين أنتوا برضو لا دي شركة محامات شركة محامات تشتغل في 14 دولة عربية عندنا مكاتب في 14 دولة بنشتغل على القوانين بنشتغل على التشريعات بنشتغل على التدريبات بناخد مقابل نتيجة الشغل دوت من الناس تدريبات بتدربوا تدريبات لقلب نظام الحكم أكيد لا لا طبعا لا أنا بتكلم بجهد لأنه قاية دولة تدريبات يعني حتى التدريبات اللي كانت بتسمى تمكين المواطن وإزاي يدولوا طرق للتعبير عن النفس تعبير سلمي يعني عن قراءة الشخصية دي بتصنف من لما بيحبوا يعني يلبسوا حد تهمة ده ده قليات قلب نظام الحكم دي بتققى مجرد يعني هم عارفين ده الكلام ده مش حي وهم عارفين أن التدريبات اللي بتعملها مش منظورة حول الإنسان المصرية حتى الدولية كمان حاجات تقنية يعني بعرف واحد زي عمي الموقع على الإنترنت إزاي واحد يعمل قاعدة بيانات إزاي واحد يعمل حاملة حتى ولكن هم للأسف ده يعني بيديقوا بالمسألة ده كل هدف المجتمع المدني إصطلاحي خلينا أقول بمناسبة التدريبات يعني أكتر ناس اتدربت هم الحكوميين لدى الغرب يعني خلينا أقول وده شيء مطلوب يعني تفرج على زباط الجيش والشرط تفرج على القضاء وكلاء نياب ونفسنا في مزيد من التدريب لتحسين الكفاءات والمراض فلكن لما يروح حد ياخد دور التدريبية مثلا في سربيا فيقعد يتعاير بيها طول عمر رغم أنها دورة تدريبية إزاي مثلا يعمل موقع إلكتروني أو إزاي يعمل حاملة انتخابية ما هواش هدفها قلب لإني ما فيش حد بيدرب حد على قلب نظام الحكم ما فيش كده ولو فيه كده ما تقدمه للعداء لو عندك دي لعلى كده لكن تقعد طول الوقت بتعامل المجتمع المدني بيعتبره مجتمع غير وطني وأنه فيه آخرين بيحتكروا الوطنية ده مش صحيح المجتمع المدني أنا أديك أمثلة مثلا في عهد الدكتور محمد مرسي في الوقت اللي كان ناس مهمين في الدولة بيساعدوا نظام الإخوان المسلمين على اختراق وزارة الداخلية والعبس بالجيش ومحاولة اختراق المخابرات كانت المجتمع المدني والقوى المدنية القوى المدنية كلها يعني من اليمين لليسار ضد هذا الأمر وكانت بتقاومه بشد لأنها مع الدولة القوية المحترمة اللي بتحترم حول إنسان فأي كلام بقى للمجتمع المدني غير وطن ده كلام الصحيح المجتمع المدني اللي بلغ على الناس لخيرة الشاطر عشان يصفي رجل محترم ظابط استوشت في العريش ولا للمجتمع المدني كان بيصرب معلومات عن جنود عشان يتم أتلهم مجتمع المدني مجتمع محترم ولو فيه تجاوزات تبقى نسبة موجودة في كل القطاعات سعي وهأكد على ده عشان ما نبقاش شكرين يعني المجتمع المدني ده كله حلو هناك أكيد في بعض التجاوزات أكيد فيه هناك فيه ناس بتاخد تمويلات ومش عارفين إحنا كمان ما صادرها أكيد فيه مش صحيح يعني أنا برضو مش عاوز يعني أنا كان فيه مدخلة بيني وبين سيادة الوزير البراعي وقال فيه ناس بتاخد من تحت طرابيزة أنا قطعت سيادته قلتولي سيادتك لو أنت تعرف كده عب في حقك ما هو بزبع ليس أقول بقى لازم تقدم للنيابة إذا كان فيه جمعية أهلية ما مشتش بالقواعد عليك أنك تقدم للنيابة على النيابة أنها تتحرك لكن ما يجس أن نحن بنرك التهمات جزافة لأنه في الآخر اللي ما بيعملش كده بيتاخد في الرجلين بوجود الناس دي في وسطهم فبالتالي إذا كان فيه فعن الناس تهم بعض تجاوزات إذا كان فيه ناس بتصرف الأموال في غير محلها أو ما بتستخدمهاش للهدف اللي هي جاية عشانه دور الدولة بقى أنها تقول لنا أدي الناس ودي المستندات ويتقفل يتعاقبوا وأكيد إحنا مش ضد دولة القانون بأي شكل بالعكس أنا بشكر حيك شكرا جزيلا أستاذ محمد زارع المحامي بالنقد ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ونفسنا يبقى عندنا إصلاح في كل حاجة إن شاء الله إن شاء الله بشكر حيك شكرا جزيلا يعني دي موجة بتاعت كل فترة بتاعت التمويل والعمالة وهنشوف هتكمل لغاية إمتى وفي الآخر الجملة اللي بدأنا بيها لو في حد متهم أرجوك وقبضوا عليه ده من مصلحاتنا إحنا عشان نبقى ماشيين في الشارع آمنين يعني كلنا على الناس اللي حوالينا لو مش كده يبقى ريت بلاش نطلع الإعلام بقى يتكلم والجرايد تتكلم ونقض نشتم في الأشخاص وكان أنا قاعدين معرفش فين بسرعة بعد الفاصل نكمل فقراتنا في نهارك سعيد حليكم معي